أعلنت السلطات المجرية مصرع شخص وإصابة ثمانية بينهم أربعة أطفال قرب الحدود السربية بسبب استضام سيارة تقل مهاجرين بشاحنة وقالت ريناتا باب رئيسة بلدية أشوت هالم على فيسبوك إن سائق السيارة وهو مهرب انتشله مهرب آخر من بين الحطام ونقله بعيدا في سيارة أخرى وأظهرت بيانات الشرطة تصاعد عمليات الهجرة غير الشرعية على حدود المجر الجنوبية مع سيربيا في الأشهر المنصرمة حيث يصل المهاجرون عبر ما يسمى بطريق البلقان ويتجهون إلى سلوفاكيا والنمسا بمساعدة المهربين ويدخل المهاجرون المجر من سيربيا على الرغم من السياج الفلاذي الذي بناه رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد أزمة الهجرة عام 2015